لم تتضح بشكل كاف لكن ظروف الوفاة يرجح أن تكون بسبب تسم منهم ثمانية أشخاص قدوا في العروية جليلة بنفتان في روبرتاج محمد حجو السورة من مدينة العروين وحنادو راح تتم العطور على جثة ثمانية أشخاص بأمكن متفرقة من المدينة توفوا في ظروف غامضة وفي تفاصيل الحادث يقول شهود عيان أن الوفاة قد تكون نجم عن تناولهم لمادة كحولية مضرة بالصحة العامة تم اقتناؤها من محل تجاري بأحد أحياء المدينة في ظرف يومين وقعت كارثة في ظرف يومين تمني يد الأشخاص والسبب الرئيس الذي يقوله الشهدية للناس والنادير وزارة الصحة وهي في ذلك الكحول السامة بالنسبة للموضوع الوفاة تمانية أشخاص في ظرف يومين ظاهرة غريبة وأول مرة كانت توقع هنا في المدينة والأسباب التي يرجحها أغلبية الناس إلى شرب خمور متهية الصلاحية بمستشفى محمد السادس بمدينة العروي تم نقل الجتمين فيما مكنت التحرية السريعة والأبحث الدقيقة التي بشرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية من الاهتداء وتوقيف صاحب محل لبيع المواد الغدائية يشتبه تورطه في بيع هذه المواد حيث فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف نيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه